موسيقى السلام عليكم موليدات في هذا الفيديو سوف نرى سيسيلة التمارين سيسيلة التمارين لدار التواطل الكهربائي لمستوى جدع مشترك علمي سيسيلة الأول سيسيلة نقص بواسطة فولت ميطر يحتوي ميناءه على مئة تدريجة توترا اي تستقر الإبرة عند التدريجة 42 لما نستعمل نستعمل العيار 30 فولت أول سؤال أوجد التوتر المقاس ثانيا احسب الارتية بالمطلق وعطي تأثير قيمة التوتر نعطي فئة الجهاز اثنان احسب الارتية بالنسبة إذن ندعو على بركتي إلى الإجابة على الأسئلة ذو السؤال الأول إذن السؤال الأول هو كالتالي سوف نحسب التوتر المقاس بوسطة الفولت متر كما نعرف أن الفولت متر هو جهاز لقياس التوتر وهو يركب في الدارة على التوازي فهمين؟ إذن من خلال الدرس لدينا من الدرس العرفنا أن في الفولت متر دي إبرة كنت تكتب على الشكل هو س ون على كما نعرف الس هي العيار أن زروا عدد تدريجات تدريجات الميناء الميناء ثم أن هو عدد تدريجات التي تشير إلى الإبرة التي تشير لها الإبرة فهمين؟ إذن من المعطيات يجب أن ن اضع محبوب من المعطيات هي السجحية كتتساوي إذن العيار هو 30 فولت عدد عدد تدريجات التي تشير إبرة هو 42 عدد تدريجات الميناء هو بالتالي عندي العلاقة تطبيق العدد هي 30 فولت نقوم بـ 42 فهمين؟ إذن إذن هذا هو التوتر المقاس بواسطة الفولت ماذا تفهمين؟ إذن مرة للسؤال الثاني إذا الارتياب المطلق وهو Δي ثانيا لنحسب الارتياب المطلق نحسب الارتياب المطلق ما هو الارتياب المطلق؟ إنه هو دلتا دلتا اي من خلال الدرس دلتا اي ما يفعله؟ كي يفعله أ فو سي على مياه حيث أن أشنا هي؟ هي الفئة أن أ هي فيها فئة الجهاز والسي هي العيار فاهمين؟ وبالتالي دلتا اي ما تساوي لي؟ هي الفئة اللي أعطونا هي جوج هذه الفئة اللي أعطوها لي نشوف المعطيات قال لك أن أعطي فئة الجهاز هي اثنان في العيار اللي هو ثلاثين علميها وبالتالي القوانة دلتا اي كتساوي تساوي تساوي حالة قريبا يساوي وصل الستفولت قال لنا أضطر النتيجة يعني يو كتساوي 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 رجعنا نشوفوا ما هي غالقوية 12.6 يعني كتساوي 12.6 فولت زائد ناقص 0.6 فولت كتساوي 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 الارتياب يعني نسبة الخطأ اللي يقدر نديره على هذا القياس هذا الاثناش فصيلة هو صار فصيلة يعني من 12 حتى 13 فصيلة جوز كلها قيم ممكنة للتوتر المقاس فاهمين إذا والسؤال الأخير أحسب الارتياب النسبي لنحسب الارتياب النسبي لنحسب الارتياب النسبي النسبي. أو نوار كيب النسبي هو دلتا او على او. اذا دلتا او على او لأو غن نضير تطبيق العددين. عندنا او و عندنا دلتا او. دلتا او ما خرجت لي او او ما حاله هذي ثانش فصيلة استة. وتناش فصيلة. اثان سنضيره تطبيق العددين. إذا حسبوا أنتم بكاركولي لكم وشوفوا شى اللي يخرج لكم. هذا كشى اللي يخرج لكم ضربوه في مية وتخرج لكم ثلاثة وعشرين في المية. التياب النسفي هو ثلاثة وعشرين في المية. الثاني الثاني إذا ثماني هو كالتالي نعتبر الضار الكهربائي المبين في الشكل الرقم واحد التالي. كما كنشوفه الضارة تتكون من مصباحين وموصل أوميدة مقاومته أغ. تفاهمين وموليدة التواتر الكهربائي. لقياس التواتر UBC نستعمل رسم تدب دوب عند استعمال الحساسية جوز فولت بار سنتيمتر. تنتقل البقعة الضوئية نحو الأسفل بخمسة سنتيمتر. نبين على التبيانة ربط كاشف التدب دوب. إذا احنا بغينا نحسب التواتر UBC كما كنشوفه هنا يا UBC كما كنعرفه لابغينا التواتر. ربط كاشف تدب دوب نمر بيطايا واحدة. واحد هنا اي قطب. A. B. التواتر U. UAB. إذا دائما الطرف ديال الطرف ديال آآ ديال السام كنديرو فيه. كنديرو فيه الهيكل. 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 والسام الرأس ديال السام كنديرو فيه المدخل. هكا باش كنشوفه تواتر UAB. فاهمين؟ اذا وشنو عدنا نعني تواتر U. آآ بين ربط كاشف تدب دوب. تواتر. كش من تواتر بغاو؟ تواتر UBC. يعني بغينا نقيسه تواتر UBC. إذا تواتر UBC. يعني U. B. بس. كما كنلاحظو أن تنتقل البقعات نحو الأسفل. تشكي يعني أننا رسم تدب دوب قالبين ومركب مقلوب. يعني الهيكل غا تكون في جهة ديال السام والمدخل غا يكون في الطرف ديال السام. يعني هنا غا يكون هنا غا يكون الهيكل. هيكل وهنا غا يكون المدخل. فاهمين؟ هكا هكا نركبه رسم تدب دوب أو كاشف التدب دوب مع بين قطبين واحد الموصل. فاهمين؟ ثانيا. أوجد قيمة تواتر UBC ومتيله رمزيا على الشكل بالسهم. إذن تواتر UBC. كنت شوفوا أن عندي خمسة ديال سنتيمتر نحو الأسفل. يعني ناقص خمسة. فالحساسية الرأسية. هي جوج. فولت بار سنتيمتر. وهذه بالسنتيمتر. إختارنا السنتيمتر مع السنتيمتر. فقالنا UBC. كنت تسوي ناقص 10. 10 بولت. إذن UBC. تسوي ناقص 10 بولت. وهو يلي مثل الدباء. UBC. يلي مثل في الشكل. في الشكل ديالي. هذا مرح. إذن إذا علمت على تواتر UAB. يعني. UAB. يعني. UAB. هو هذا. UCD. UCD. هو هذا. كي سوي لي ناقص 55 فولت. فما هي قيمة UPN. UPN هي هذه. UPN. إذن. كما ترى. كان يصبح سوال تالج. هناك سوال تالج. هل ناقص U. د. أو UPN. هل تتواتر من هنا و حتى الناس. كيف تتواتر من هنا و حتى الناس. ترى أننا نحدي نفس النقاط. هذه بيد. هل لا يشاركيين. إذن التواتر بين هذه النقاط. هو التواتر بين هذه النقاط. إذن UPN. تتسوي UDA. اذا بنقطع ندير علاقة تشال تتساوي او دي ساي زائد او ساي بي زائد او او بي نحسنا نقللوا على هدا وهدا 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 باش نحسبوه او باء ان اذا او دي ساي شكتساوي او دي ساي او دي ساي يناقص او ساي ديativa هي هذه كتساوي ناقص 55 معا ناقص ولي زائد 55 5550 V إذا نلقينا Udc يعني ذي باش نخص نلقى نخص نلقى UAB انا U أشخاص اينا UAB كتثوي ناقص UBA يعني UAB إذا UAB عطوها لي UBA اذا ماكناه ؟ أدفر انا اغلطيني يطلب با وفاش ايضا با وارد با شيئا هناك علاقة نتحن سأجب في جهاز ا نبدأ في جهاز ا نبدأ في با نبدأ في دي سأجب ا نبدأ في جهاز ا نفهمين ؟ قم بام العنون او عب تساوي الناقص عب يكون الناقص أن تساوي الناقص نقص 50 اذا عب عب او تساوي الناقص مع الناقص نقص لذائل 50 مرح هذا التوتر الثاني بقالية USB اللي هو هذا إذن USB كتساوي UBC كتساوي ناقص هذه كتساوي عكس عادي وهذه كتساوي ناقص عشرة يعني ناقص في ناقص عشرة كتساوي زائد عشرة عشرة بولد إذن USB هي عشرة بولد اللي جينا نشوفوك القواننا ولكن بدل كولور دي الماركور بدل بش نكتبكم سا يبال لكم زيان شو نديرو والا ألوغ UBN اللي هي هادي كتساوي UDA اللي كتساوي ليا U6 U10 U10 55 زائد U7 U7 يبال قيش هي زائد عشرة زائد ماذا زائد UPA UPA قيش هي زائد خمسة وخمسين على وخمسة وخمسين زائد خمسة وخمسين مية وعشرة زائد عشرة شغطنا مية وعشرين فولت إذن UPN هي مية وعشرين فولت وكن نكونوا لقينا التوتر UPN فاهمين؟ إذن باش نعود لكم احنا بغينا ها التوتر هادا فاهمين؟ بغينا UPN بغينا التوتر UPN بين مربطي المولد فاهمين؟ يعني بغينا ها التوتر كامل هادا هوا هادا U UPN وكاللاحظ انا من خلال الشكل ديالي شو كيباليا؟ كيباليا انه ها التوتر هادا را هو ها التوتر هادا هادا هو UDA اللي هو هادا شوه؟ فنكسب شو لكم هو هادا الوان هندير علاقة شارغة ندخل نقطة C والنقطة B هاشو طينا UDC دخلت C زائد UCB زائد UBA يعني هادا التوترات اللي يدري الدابة وما هادو اللي اللي غاندي الدابة اللي عا نرسم لكم دابة هو التوتر هادا هادا الاول يعني UDC هادا UCB وهادا UBA يعني ليه جمعت هادا وهادا وهادا حسب قانون اضافية التوترات يعني هادا هو قانون إضافية التوترات يعني هادا زائد هذا زائد هذا يعطينيه هادا هêtes يجبني نقلب عالقيمة هادا القيمة وهادا والقيمة هادا بس كنت نقلب عالالقيم توترات هادو كنت نشوف المعطايات عندي انا واحد وَل Assembly ولكن لكз على هادش عندي أنا UAB هنا كتساوي ناقص 55 ولكن عندي UBA كتساوي هاد UBA كتسمي ليه كتساوي ناقص UAB هتجبنا هاد الحوروب هادو كالتقدم SAM بما انا شي كذب سام يعني جال اشعر اخصي انقلبها فامين وهاد او سابي هي ناقص او بسي فامين وهاد او دسي هي ناقص او سابي ملا شفش انا مزيان او سابي هي لا تعوني هو ما يعني انا شدد القيمة انت الا نضربها في الناقص ناقص في الناقص ولي زائد خمسة وخمسين اذا كش لقيت هنلقيش هذي زائد خمسة وخمسين او ابي انا شباغي ا ا ا ا ماشي ائ باظ باظ باغي العكس دياله عني الناقص دياله يعني ناقص خمسة وخمسين في ناقص واحد تولي ناقص خمسة وخمسي اياه و او سابي بغيت ناقص او بسي انا لقيت او بسي هي ناقص عشراء فولد اناmachen بغيت او سابي يعني او ناقص و بسي يعني هذه شي غندبو فنلاقص واحد لي Vegas الدانا هو تطني زائد عاشرة من ب supplements غنجمع هذه زائد هذه زائد هذا ألقى التوتر كامل اللي هو نفسه UPN UPN هو UDA فاهمين؟ كتفينت كل فكرة وصلات ما فيمسي حاجات خليلي في الكومنتر ثالث من الدرس نطبق بواسطة جي باف جينيغات دغة باس فريقونس توترا جيبيا بين مربطي راسم التدبدب فنحصل على الرسم التدبدبي التالي السؤال الأول حدد القيمة القصوى UMAX والقيمة الفعالة U Efficace للتوتر المتناوب أجيبي إذن لإجابة للسؤال الأول إذن لنحدد القيمة القصوى UMA UMA هي عدد تدريجات X في الحساسية الرأسية الحساسية الرأسية Sensibilité vertical همين؟ هذا عدد التدريجات التدريجات أو المربعات على حساب الكتاب والحساب التعريف و S حساسية الرأسية حساسية الرأسية سنعرف أن هذا هو UMAX إذن UMAX إذن UMAX أجيب أن نعرف ما تدريجات في UMAX إذن ديفيزيون الأول ديفيزيون الثانية ديفيزيون الثالثة ديفيزيون الثالثة يعني X تساوي ثلاثة و ثلاثة ديفيزيون UMAX فالتالة لديفزيون في جوج يعني المنزل هي 6V يعني القيمة القصوية للتوتر هي 6V يعني تلاتي المربعات الطائمة هي المربعات فتحفوا أن هذه القيمة القصوية التي يصل إلى التوتر هذه هي أقصى القيمة استثناء قيمة هذه الأقصى من الصفر وكنت مطالعين حتى القيمة القصوية تحفيوا عندي عندي مربع عندي عندي مربع الأول مربع تاني مربع تالت مربع كي رمزولي هنا بالديفيزيون هميني الديفيزيون يون بسامخش ألغتنو قالونا في الباقتي الثانية من السؤال قالوك أحسوب القيمة الفعالة وقلنا قرينا في الدرس أن القيمة الفعالة ما هي إلا القيمة القصوية على جدر اثنان بالتالي هي استعلاجة درجوج ألقوا تقريباً أنه يو إفكاس تقريباً 4.24 فولت سماغش نحن نجاوبنا على السؤال الأول بكل بساطة المرة هو السؤال الثاني بيش يحسبوا الدور والتردد إذا السؤال الثاني ويحسبوا الدور إذا سنضروا على الحساسية الأفوقية ما نضروا على الرأسية ما هو الدور ومدة الزمنية اللازمة بش نقطة من هذه التوترات بشي ترجع القيمة القيمة اللي كانت قبل القيمة الأولى مثل ماكس سوف نشوف حتى إمتغته للمدة الزمنية اللازمة بش تولي عوتاني في القيمة عوتاني فهم؟ إذا التردد سنشوف عوتاني تي هو واحد إغاغ في الحساسية الأفوقية أفوقية أوريزونطال إذا مدة الزمنية لكي تعيد النقطة نفس الحالة لتكون النقطة في نفس حالتها البدئية يعني اختارتها هنا خصي نشوف إمتغة تعود نفس البلاسة ترجع لنفس البلاسة هي رجعت تعود ثاني لنفس البلاسة خصي نعفض الوقت حال إذا مش نعفض الوقت حال خصي ندير الإسقاطات يعني كنت هنا حتى لن تحام مربعك هنا هنا هو هذا إغاغ هذا عدد المربعات تفهم؟ هذه الحساسية الأفقية تفهم؟ إذا تش كتساوي نحن نلقى إغاغ 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 حكتساوي و إس آش حكتساوي إذا إغاغ هو عدد المربعات هذا المربع عندي عندي سيديات شوية لكن هنا معاد شوية سنكمل المربع وهو وهناك واحد جوج ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة خمسة المربعات يعني يقر التساوي الحساسية الرأسية كتساوي جوج ميلي ثم inform ديفيزيون يعني نحسين ذي الخمسة في وجوج ما ننسوشنا سنضربو في 10 أس ناقس 3 علشنا هنحولو من الميلي سيقوند للسيقوند سنضربو في 10 أس ناقس 3 بساماكش إذا نتيج أشغال تساويليا 10 أس ناقس 3 خمسة في وجوج عشرة يعني سنوصل إلى 0 1 سيقوند أنا لقيت دابا الدور الدور هو هذا دابا الدور دابا نحسب شنو التردد والستنتيج التردد دائما في أي سؤال كيقولك إيه استنتيج عرفك سكتستعمل ذاك الشي اللي حسبتي قبل هنحسبنا الدور ونعلم أن أو لدينا الدور أو تردد F الفريقونس كتساوي 1 على 1 على T يعني كتساوي 1 على صفر بصيلة صفر بصيلة 1 إذا نناجطينا هي 100 هرتز كما كان عرفوا وحدة التردد هي هرتز سمعش وقنا التردد دائلا ردوا البال لوحادات ديالكم ردوا البال هنا هي الحساسية الرأسية والحساسية الأفوقية إذا كتساوي دام بغيت تطوطر لا كتساوي حساسية الرأسية كتبا كتساوي حساسية الأفوقية كيف سنعقله عليها العقدة. هنا كتشوف الى الدور الطيب كيكون لاحضر عليه. بالتانية يعني اوتوماتيكينا بسبب شي حاجة فيها الثورة يعني الحساسية الوفقية. اما الي كتخدمنا بالتوتر للوحدة الي له الفوت يعني نشوف شي حساسية اللي فيها الفوت على الديفίζيون يعني الحساسية الرأسية. يعني لو با envie نوات نحساب قيمة قصوية يواته التوتّر أبداً يجب أن نضغط الوحيد مع الأحساسات الرئاسية حيث من الأطفال التي يكون هي الطاقة من التغيير وإذا كنت تريد أن نضغط على التردد يجب أن نضغط على الأطفال يكون في مدة زمنية ومضاعفة الثانية أجزاء الثاني وحال ميلي سوغوند فهمين إذن خصتكم بالميلي سوغوند باق ديفيزيون للسوغوند باق ديفيزيون يعني أوتوماتيكيا خصت نخدم بالحساسية الأفقية أتي خصتكم تعقل وعيب فهمين يعني المغزمة التمرين هو أنك تعرف تحسب القيمة القصوية والدور انطلاقا من الرسم لك يعطيه لك راسم التدبذوب للتوتر ديالك هذا التوتر تيتم توتر جايبي متناوي بجايبي على كنت اسمنا المتناوي بجايبي متناوي على شانت ياخد قيام ماجابة ويأخد قيام ساليبة كيأخد قيام جون مجابو عنه كيام ساليبة يعني كيبة ثناء أخبر القيام المجابو عاقيام الثşamيبه ويسمنا جايبي لأنه ستكتب على الشكل الشكل شكل دالة جايبي حال الأكو synis والصينيس that's so just that the equation is منا جايبي يعن침 الدوال جايبيا وهما الاندولة الجايبية هما القوسينيس والصينيس والطانجنس كأن نظر نتشاه تقين عملتهم في الرياضيات هم الذين يتمون الدوار الجيبية والرسم ديالهم يكون على هذا الشكل هذا فهم؟ إذن كما شرحت لكم ذلك حاولوا دائما تعقلوا على الوحدات وتربطوا الحساسيات خلال الوحدة شوف الوحدة اللي كان في الحساسيات غتعرف فين غتستعملها وش غتجبد بها الدوار وغتجبد بها التردد كانت منها تصعيد التمرين الرابع من سيسيلة وكالتالي نستعمل في الدارة الممثلة في الشكل الثلاجة اللي هو أسفلها تنائيات القطب دي واحد دي جوجد الثلاجة مبدي حينس دي دي بول هنا هنا ايقاط فهمين؟ وماتي لها يعني بحال الدين بحال الدين بحال الدين بحال الدين ثلاثة نقيص توطر اي اف او اي اف او توطر بين النقطاتين اف و او و القيناة النوكي سوينا تناشر تناشر فولت تفهمين؟ إذن اول سؤال استنتج معلين لانجوابات خائمات كل من التوترين او با اين و اي اصي منا نعرفوش حال التوتر او با اين وتوتر اي اصي اذا نجاوب على السؤال الاول تكال لاحظو ان جوجد فت النقطة هذي هو نفسه فت النقطة هو نفسه فت النقطة كذلك الامر بالنسبة للجيال اخرى ان جوجد فت النقطة هذي هو جوجد فت النقطة هو جوجد فت النقطة سوف نكتب هذا الشيء بما أن بما أن بما أن بما أن و 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 هاته النقاط هاته عندهم نفس الجهد لهما نفس لهما نفس الجهد إذن بما أن عندهم نفس الجهد يعني سوف تكون كتساوي 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 كذلك الأمر وأيضا إلا شفنا الشكل لدينا ألقاو أن انا الفكتسوي في كتسوي في اف كتسوي في في اف كتسوي في في اخبار اذا نحناش نقلبه اتنا عدنا اي او اف ما هي الى زي او موا الف او اف او اف او او اف فاهمين اذا اي شنو عندي هنا يا عندي التوتر او ف او يعني و sevi كتساوي اس واف مو في مو رجل خشنه في الف وهي يعني في ف مواقو او شنيا وا حيية او 90 كتساوي قده او شيء هلو كان اخوه نقدر نعودthonي او عوضا هاي ينيفها ناقص وبء during عوضها باش في في سي. هل تساويين. هاتنا شي وش يساوي هذا فرق الجود هذا. فرق الجود كيساوي هالجود في النقطة اف ناقيش الجود في النقطة ا. وعدنا جود في النقطة اف وفي بي عوضنا في بي. لقدرنا في بي نديرو في في ان في جغل. ادرنا في ان ديرو في في سي في جغل. سمعش. الوغش كان عارفوا احنا هذا عبارة عن فرق الجود. يعني هادش غيكون عندي. هاده هو اي. اشنو? بي ان. وهادش من اي. اي 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 ا التوترات بثلاثة بهم. فاهمين؟ إذن السؤال الثاني. النقطة A مرتبطة بهيكل جهدها منعادة. يعني هذه النقطة A مرتبطة بهيكل جهده منعادة. يعني V تساوي الصفر. فاهمين؟ طيبين. إذن نستنتج الجهد الكهربائي في النقطة التالية. B, C, E, F. فاهمين؟ نقطة التوتر U, A, B, T, G, L, S, F. إذن كما كنشوفو من خلال التمرين. أعطونا النقطة. النقطة A مرتبطة. مرتبطة بهيكل. أشكي يعطيناها الشيء؟ أن جهد ديالها منعادة. بهيكل. هيكل. يعني V تساوي الصفر. هاشي شنو كيعني ليا. بما أن V تساوي الصفر. أن V تساوي الصفر. أن V تساوي الصفر وأن V تساوي الصفر. كما قلنا في السؤال قبل أنه في صفر. فهذا النقطة يكون نقطة 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 وأنه من المشاركين. إذن V A تساوي V B. V B تساوي V F. تساوي صفر. أستعمل. هذا مجددا إذا اضافة U AC ما تجعله U ACy سوف يجعله VA-V S ما هي VA .. لأنه يت古 Goldman لكن هناك ما هي أحد بعد هذا tools كما سوف يجعله سوف يجعله чего ناقص U ACy و أحد jo amor قبيلة. هي هي 12. بالتالي اضطينا ان في السي كاتسوي ناقص 12 فولد. فاهمين? احنا لقينا جود في النقطة C. احساب السؤال السابق اشنو عدنا? في السي كاتسوي? كاتسوي في ان كاتسوي في او? بالتالي غلقي ان في سي كاتسوي في ان كاتسوي في او كاتسوي لي ناقص 12. وانا بالتالي لقية الثلاثة ديال فرق ديال الجود الكهربائي ديال النقطة السيون النقطة اين ونقطة او وهذا اب اف او بي رجلنا كيساوي صفر فولت ولكن نردو البال البقاء لي هذه النقطة دي ما عارفش هالجود دياله يعني خسنا نردو البال معها بالتالي ما كش خسنين دير خسنين شوف وعنا توطر لعندي هنا اي 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 شكيساوي هو اي ابي زائد اي بس قانون اضافية التوترات فهمين اذا حاولا نتبقى قانون اضافية التوترات سوف نشوفوا شه عطينا هاتي اي 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 كتساوي اي ابي زائد اي 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 بس اي مش قلاحظونا ان عدنا نفسه تنائي القطب قلنا أن تنائية القطب ممثلة يعني ممثلة يعني بحال بحال يعني التوتر الذي سيكون بين مربطي هذا التنائية القطب هو نفس التوتر الذي سيكون هنا يعني UAB تساوي UBC نكتب بين القوسين هنا يا UAB تساوي UAC لماذا لماذا لأن تنائية القطب متمثلة لأن تنائية القطب القطب متمثلة متماثلة صفي؟ حين تبحث بحال بحال ذاك سيعلش هالي كتساوي هالي إذن هالي كتساوي هالي يعني عندي جوج ديال من؟ ديال UAB تساوي؟ إذن أنا UAC إذن هالي كتساوي ليد UAB هالي إذن هالي نحاول المرة رجال أخرى ونكمل الكتابة ديالي دير بوزو وكمل معي التمرين ديالك قناة أنا UAC تساوي جوج UAB إذن UAB شانو كتساوي UAB تساوي UAC على جوج وش كان عارف أنا UAC إيا رجبتيها في السؤال لولاني القناة حال رجعوا للتمرين سؤال لولاني قناة يتناشر فوت تابعي؟ هالي هي تناشر فوت نعوضوها إذن UAB كتساوي تساوي تناشر على جوج يعني UAB أخي قناة هي ستا والت وشنا هي UAB هي UAB ناقص VB إذن UAB أجلنا على هي الهيكل كتساوي السفر ها هي آ هي الهيكل يعني UAB كتساوي ستا والت كتساوي ناقص VB يعني UAB كتساوي ناقص ستا والت وبتالي نكون جاوبة على سؤال مطلوب مني معامين؟ ده بغان دزولت تناشر فوت ناقص VB وقنات في النقطة C هو ناقص 12 وقنات في النقطة C هو نفسه في النقطة A هو نفسه في النقطة F وقنات في النقطة A بأنها هي الهيكل فإن الجوج يساوي السفر وعدنا أن VA كتساوي VB كتساوي VF حتى لا يمكنك تساوي صفر فوت لكي نكون جاوبة على السؤال مطلوب مني معامين؟ ده بغان دزولت تاليتا ناقص تنعي القطب AB يعني فالتنعي القطب هدا غي حيدوه غيدوه بلا السخيط إذن إذا دارو هنا واحد السلك اش غاي بولي عندي؟ أن هالنقطة VA كتساوي VB أنا بغان ديرو هنا UB UAC كتساوي UAB زائد UB BC اشنا هي VAB UAB هي VA مواقص VB زائد VB ناقص VVC هلو اش عدي هنا هنا يا عندي VA إذا دلنا خيط يعني هاد النقطة هادي رايي هاد النقطة هادي فاهمين؟ هاد النقطة A هي النقطة B سكلاخ إذا VA كتساوي VB نفس علاش حين تنفس السلك نفس السلك هاد النقطة هادي رايي هاد النقطة A حين دلنا سلك هنا يا فاهمين؟ إذا هاد VB عنوضة V اغتليها دي VA ناقص VA زائد VA ناقص VC أبتل هي VA مع VA تختار الآن هي VA ناقص VC هي U A U A C إذا إلا قلت لنا إلا بغيت النقطة B نعوضها بA يستحسن نعوض A بS بB تقول هنا VB 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 فاهمين؟ هاد النقطة B كما كانت هنا هاد النقطة B فاهمين؟ هاد النقطة B VB 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 هاد النقطة B فقال يعمل VB مو VC هاد النقطة B أعني U A C كتتساوي U B C فاهمين؟ إذن إذا شفنا مزيان هنا يا عدنا UAC كتساوي UBC وهو UAC حسبناها في السؤال اللي قبل قيناها هي 12V وبالتالي UBC حتى هي وتخرجنا هي 12V إذن كما كتعرفوا هذا شي تسمى قانون إضافية التوترات قامنا بإضافية التوترات أعرف أن هذا التوتر كامل من اللي نع UAC وهو هذا زائد هذا وهذا راهو UAB وهذا UBC ولكن بما أن هذا أردنا بلسوخيط بحل ما كيبقاش عندي هذا إذا أردنا بلسوخيط بحل التوتر كيستوي السفر تحيد فهمين؟ أنا حاولت نخدمي بطريقة أخرى بطريقة دي الجهد الكهربائي بشبالك بما أن هنا لدينا خيط يعني جود فضل نقطة وفضل نقطة وفضل نقطة وبالتالي هنا VA تساوي لي جود ديال النقطة أون جود ديال النقطة بي لذلك لا تعود هنا A تعودها ببي وغلت تختبلي أنا نخصي نختزلهم هنا وبالتالي تختبلي هي VB-VC وVB-VC هي UBC سينو كتقول أن هنا سوف تقوم بقانون إضافية التوترات UAC كتساوي UAB زائد UBC كتقول بما أن هنا يكون عندي خاء سلك وبالتالي الجود يساوي السفر سوف تضرب على هذا الزر وتبقى UAC كتساوي UBC بكل بساطة سوف تلقى UBC كتساوي 12V لديك مجموعة عالية الطرق لكي تلقى هذه النتيجة لكي تجاوي على هذه السؤال فاهمين؟ هل أندلت مليك بجوجه داكوغ الآن السؤال الرابع السؤال الرابع هو كالتالي بين كيفية ربط الفولت متر لقياس التوتر UEF إذن UEF هو هذا إلا جينا الرسموه UEF فإنكين النقطة كالسرية عند E هذا هو UEF بيننا ربطه الفولت متر إذن الفولت متر لقياس توتر الكهربائين استعمل الفولت متر والفولت متر يركب على التوازي فاهمين؟ إذن دائما الفولت متر بشنا يركب على التوازي ما نقوم بإذن؟ سوف نركب فولت متر هنا سوف نحرك ونخرج واحد سلف ونضع فولت متر ما أصبح لن تزالي الرجاء من الإيشار الدائما السهم في جهاية المكهو والليور دائما السهم في جهاية المكهو هل يراني قائل هذا هو بعد ذلك سنركبه الفولت ماتر لكي نحسم التوتر UEF حسوم التوتر UEF أفضل العلام جيدا دائما ذكر الرسم التوتر لي الثامن نحن النقطة التي نبدأ هنا والحرف التي نبدأ فيها الأول هو السيء الأول UEF وعندما نركب الفولت ماتر في الفولت ماتر سنجل اسلاق على التوازي فاهمين، شفجينا عن التوازي سنفعل самый أهم ماتر المترجم للأمبير متر هو اللي يتركب على التوالي. لكن هم قالوا لي فولت متر. كما نشوف السؤال ربط الفولت متر. وكما نشوفه فولت متر ركب على التوالي وكان دائما سام. كنضي لحدها هنا في فولت متر كيكون بلوس الخيط اللي اللي لاصقوا الفولت متر كيكون هنا جيدة البلوس هنا كيكون جاة اخرى كيكون الموه. فاهمين؟. هلو نشوف السؤال الاخير ديالنا السؤال الخامس. هنا نكتبه انظر الشكل. انظر الشكل. اذا السؤال الخامس باستعمال عيار عشرين فولت ما قيمة التي يشيروا اليها الفولت متر بالنسبة لمنها يحتوي على عشرين على مئة تدريجة. هنا كما كان عارفوا هنا يا ان ايوش كتساوي. ايوك تساوي ليه. هي السي. فان على ان زارو كما لنفس التامل اللي قبل. السيقنة هو العيار اللي هو هذا هو عشرين فولت. ان هو عادة تدريجة التي تشيروا اليها الابرة وهذا عادة تدريجة الميناء اللي هو مية. وبالنسبة لي راح حسبنا قبيلة. بتوتر ايو اللي حسبنا هنا راح حسبناه هو اتناشر اه فولت. اذا هذا هو انا شنو عندي ليمجهور هنا. ايو هي اتناشر فولت. السي هي عشرين فولت. ان زارو هي مية. ما شنبقى عندي هو هذا. هو عادة تدريجات التي تشيروا اليها الابرة يعني بغيت ان. اذا ايو انضر بها في اداء ان زارو قد طلع هنا ايو قد لا ان زارو كتساوي سي فوا ان. هناش كنقلب على ان عادة تدريجات التي تشيروا اليها الابرة هي هي U فى N0 على السي. إذن N كتساوي. ستقيق عدده U هي 12. الفولت سنضربها في N0 وهي 100. سنقسم كل شيئا لعشرين فولت. فاهمين? إذن 12 مئات هنا 12 غسمها 20 ستانت قائبا 1220 هي 60. N كتساوي 60. إذن التدريجات التي تشير إليها الإبرة. عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة هو 60. نقدر نكتبها عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة من ديال الفولت ميتر هو 60. فنكون جوش على السؤال لأخي دي الثمارين ديالي وكاكل دار التوطول الكعربائي. ثمارين الخامس. إذن في الثمارين هو كالتالي في الدار الكعربائي الممثل في الشكل الاربعة نستعمل ثلاثة بصابيح مماثلة. يعني ذك الواحد و الجوجو ال ثلاثة هادو بثلاثة بيهم رهما بحل بحال بحال. فاهمين? هذوي كتشوف الشكل ديالكم هادي وهادي وهادي رهما بحال بحال يعني ستتوطول يكون بينا مربي طيب ايدي رهما يكون بحال بحال. فاهمين? وتنائي القطب ديان ديدو يعني. ديبول واحد الديبول واحد توم مرهما بحال وحال. فاهمين؟ مماثلة كذلك. قيمة التوتر بين كل بكل مصباح تساوي ثلاثة بصائل خمسة فولت يعني التوتر بين مربي طيب مصباح الأول ثلاثة فاصلة خمسة وزة ثلاثة فاصلة خمسة وزة ثلاثة فاصلة خمسة. طبعين. السؤال الاول وحسب التوتر بن مربط مولد يعني найبغد توتر بن مربط процвет man المولد. حعبين؟ السؤال الثاني. كنت أمثل هذا التوتر بواسطة سهم على الشكل يعني أمثله على الشكل. تالتين احسب توتر بن مربط تنائي القطب د واحد مثل هذا التوتر على الشكل. أنا إلينا نسهل عليكم التمرين نستطيع عanse الشكل هذا أو هذا الدار كهربية أرسمها بطريقة أخرى. نشتد نقطة هذي ونشتد نقطة هذي يقلوا على اليوم هتشتد أمذى من هنا قادي نخرج هنرسم هذي هنرسم عندي مصباح الأول عندي مصباح ثاني عندي مصباح ثالث هو هذا يعني أنا غايا دي من هنا نقطة المصباح الواحد من بعد مصباح الجوج من بعد مصباح ال ال ثلاثة أمين؟ أنا جيت لذي نقطة هذي خايبين عندها من هنا من هنا لنش عندي عندي مولد لهذي نقطة بي هذي نقطة بي ريي هذي نقطة هذي إذن هذي هي بي وهذ نقطة آن ريي هذي نقطة حين كي نسلك هنا مفاهمين؟ هي هذي ومن بعد سنعود رجع معين من هذ نقطة هذن نقطة شكي نعيني جوج ديال شنائيات القطب نضير شنائي القطب الأول بتقرير دعوان كما سنرى هنا غير كامل التوتر هل تنظيرك بهذا السؤال أول جيل التوتر الإيهبائي من هنا هو التوتر من ناحية الهنة و التوتر بين المربيطين المولد كان التوتر الإيهبائي asفو3 متوأب لا تعلم إيه أن الكثير من أ Har stereotyped كما هو ihren amout يعني بحال P يعني التوتر بين المربيطي تصبح الواحد يساوي هذا كل يساوي الطلخ الهر بما ان المصابيح كذا يرى المصابيح هي مماثلة فهنا اي واحد كتساوي كتساوي ليا اي جوج كتساوي ليا اي ثلاثة فامين يعني التوتر بين المربع طيب مصباح الاول كيساوي التوتر بين المصباح الثاني كيساوي من المصباح الثالث يعني لاجينا هنا عوضنا كل شي با واحد غاتوا اللي عندي اي 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 تتساهم على الشكل. اذا هالشكل ديالي هو هذا. هو هذا. هذا. لسي ندريه شكل جديد. هو هذا. اذا توتر اي واحد هو هذا. توتر اي جوج هو هذا. توتر اي ثلاثة هو واحدة. همتنا لهم الشكل اللي واحدة. فاهمين? اذا احسب توتر بين المربيطي تناعي القطب الديام. اذا توتر بين المربيطي الموصل الاومي دي واحد. كذلك. إذا شفنا هاد النقطة بين هاد النقطة وهاد النقطة. قال قاو ان التوتر هنا نسميه هنا اي دي واحد وهذا نسميه اي دي جوج. توتر بين المربيطي قل دي واحد. وتوتر بين المربيطي تنائية القطب الثاني. انك نتوتر من هاد النقطة لهاد النقطة كي ساوي توتر من الان غير حيث نفس 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 العقدة. فاهمين? اذا اي با ان كتساوي اي دي واحد زائد اي دي اي دي جوج هذه اي دي. سماغش? اذا بما ان تنائية القطب كي ديرين تنائية القطب وقال لكم منهم مماتلة يعني بحل بحال يعني او دي واحد كتساوي او دي جوج يعني او بان كتساوي او دي واحد زائد او دي واحد يعني حين نتساوي يعني جوج او دي واحد ايضا او دي واحد هي طر multiply one هو او بان على جوجت كي تساوي او ان. اذا او دي واحد كتساوي خمسة فاصيلة ثلاثة قريبا خمسة فاصيلة ثلاثة فولت علاج حينت هذي او بي ان خرجت ليش حال هي عشرة فاصيلة خمسة على جوج هنا ثلاثة فاصيلة مقدروا نقوله فاصيلة خمسة فاصيلة جوج خمسة فاصيلة جوج فولت. اشجال وليا مرة ما يحسبوا لي التوتر اشغال نديروه مثل هاد التوتر على الشكل. نجي مثل دبات التوتر او دي واحد مثل هذي. او دي واحد غيكون على هاتش كهرة. هو هذا. هذا او دي واحد وهذا هيكون هو. او دي او دي جوج. همين هنا كنكون باش هنا حد نكشبها دي مزيع باش تبليكم. هذا او دي واحد او دي واحد فهمين انت انت انتم تمرين سهل بسيط ما فيش حاجة اللي صعيبة غير اضو البال باش يكون دائما عندك تنائية القطب مماثلة يعني بحال بحال رد توتر بين مربطين دي لهم كيكون نفسهم تساوي ماشي توتر هو نفسه كامل توتر بين كل مربطين يعني هاد توتر هذا كيساوي هذا كيساوي هذا علاج حينت هذا الواحد هو الجوج هو الثلاثة هما نفسهم متساويين فهمين اذا انت لنا كنكون سريح التمرين ديالي اذا انت لنا كنكون سريح التمرين سادس من السلسلة اذا نعتبر تركيب التالي اللي قدمناه يتكوى من واحد مولد بين مربطي بن وثلاثية ثلاثة تنائية القطب ثلاثة تنائية القطب دي واحد دي جوج دي ثلاثة اذا التوتر بين مربطي مولد تابت ويساوي ستا فولد يعني التوتر بين مربطي مولدك يساوي ستا فولد مثل على تبيانة الدارة التوترات التالية UPN UAB UB UBN يعني السؤال الأول بغاننا نمثله في هذا الشكل ديالنا بغاننا نمثله UPN و UAB و UBBN كما كنشوف عندي النقاط عندي الـ .N عندي الـ .B الـ .A الـ .B بغاننا نمثله UPN اذا UPN دائما كما كنشوف أنه السام يكون نحوها الحرف الأول U P N يعني اللور ديالسام يأتي في النقطة في الأخر ديالسام الحرف الأخير يأتي في الأخر ديالسام كنو آخر يعني UAB U A A B قلية UBN U هذه النقطة N هي نقطة N هي نقطة N وهذه نقطة N هي نقطة N وهذه نقطة B هي نقطة U UB نحن نكون جميلة على السؤال بكل بساطة سؤال الثاني نمثل على تبياس الدارة الجهاز الذي يمكن من قياس التوتر UPN إذن نقص نمثله في الدارة ديالنا الجهاز الذي يمكن من قياس ما هو الجهاز الذي نقص به التوتر الكهربائي هو هو يلا هو الفولت متر كما نعرف أن الفولت متر هو ركب على التوازي عندي هذه النقطة هنا ويلا نركب الفولت متر ديالنا باش نحسبو التوتر U حkładب يلا يجب زي Haus يجبها شغر يجب زي ثم يجب زي ذلك السهم. صحبي. دائما نقاط بموجب لفولت متر chevreus تعطينا قيمة موجبة لديل هذا التوثير. هذا خصف دائما نقاط بموجب لفولت متر يأتينا مع الرأس للسهم لدينا. فهمين. نجمع على السؤال الثالث. نمره السؤال الثالث. سؤال الثالث نقيس توثر. إذا توثر عدنا توثر؟ التوتر بالدالكولور. إذن ثالثا هنا بالنسبة للسؤال الثاني نقدر نقوله ونظر الشكل. إذن السؤال الثالث والأخير نقيس التوتر UPN كيسوي جوج فاصلة خمسة فولت في نواة UPN هو هذا حسبوه بالفولت معدر قو هذا كيسوي جوج فاصلة خمسة فولت و UPN كيسوي ستا ستا فولت ونحسبوه UAB كيسوي كما كان عرفوا أن التوتر بين مربطي هاد دي واحد تنائي القطب دي واحد هو نفسه دي اثنان نفس التوتر بين هاتم يعني نفس التوتر اللي دي زينا هو هذا نيت هو نفسه هو UAB إذن حسب قانون إضافية التوترات قانون إضافية التوترات كيف يبدو أن هذا سيفيد المنحة UPN كيسوي ليا كيسوي ليا UPN أم نفسه UPN كيسوي بحما تختار الابليكاسيون امرك تطبيق العددي ايو بي ان اشنا هو هو ستة فولت نحط هنا ايه ناقص ايو بي ان ايو بي ان هو جوش فاصلة خمسة فولت اذا انا عدنا تقريبنا تعطينا هي ثلاثة فاصلة خمسة فولت اذا توطر ايو ابي هو ثلاثة فاصلة خمسة فولت اللي جمعنا هاتة جوش ثلاثة فاصلة خمسة مع ثلاثة فاصلة خمسة تعطينا ستة فولت فهمين اذا كنكونو تلحد الساعة نكونو سلينا اه التمرين الاخير من السيسيلة كنتمنى تكونو استفتو معنا في السيسيلة التمرين ما تبخلوش علينا بابوني و لايك بوكوابات تبارتاجيوا الفيديو مع مع صحابكم و السيلا شين تلل لنفرازكم متوناول لكم النجاح و بونكو غاج في اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة